بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني طلبة سنستعرض في هذه الشريحة مثال عن حل جملة معادلات غير قطية بطريقة التي تعود عليها الطالب الطريقة الحل التي تعود عليها الطالب نأخذ المثال التالي Apply Newton Methods to solve non-linear system x تكعيب زائد y يسعب الواحد y تكعيب ناس x يسعب السالب واحد with x صفر هي نصف والy صفر يسعب النصف أيضا والمطلوب في هذا السؤال give one iteration فقط تقريب واحد عند إذن الشعاع fxy ما هو إلا fxy jxy fxy ننقل هنا طبعا نحن تعودنا أنه يجب أن يكون هنا الطرف الأيمن هو صفر فإذن ننقل واحد للطرف الثاني وننقص ونسمي هذه الف وهذه نسميها الجي كما فعلته هنا x تكعيب زائد y نائس واحد و y تكعيب نائس x زائد واحد إذن هذه الف x y طبعا هنا لو عوضنا بالنصف حتى نحصل على الشعاع fx0 y0 و jx0 y0 يعني تساوي f نصف نصف و j نصف نصف طبعا بعوض هنا في هذه علاقة كل x بنصف وكل y بنصف فأحصل بهذا الشكل على الشعاع الذي سأسميه فيما بعد x0 y0 و jx0 y0 إذن بهذا الشكل هذا هو الشعاع الأول الآن اليعقوب طبعا هذه نصف لو أخذنا الآن هذه f وهذه الجي إذن طبعا بعض النقل إذن لو اشتقنا هذه elif إذن اشتقنا هذه بالنسبة ل x 3 x X تربيع مشتقة بالنسبة Y هي واحد مشتقة بالنسبة ل X هي سالب واحد مشتقة بالنسبة Y هي ثلاثة Y تربيع إذن هذا هو اليعقوب وهذا اللي عم نشوفه ثلاثة X تربيع واحد سالب واحد واحد Y تربيع هذا ال FX0 Y0 حطيناه هناك وعوضنا بس بقين طلع قيمته حسبنا قيمته طلعت معي هذه الآن اليعقوب في النقطة X0 إذن هنا نعوض بدل X بنصف وبدل Y بنصف هذا هو المحدد لو أن أحسب مقلوب هذه المصوفة إن مقلوب المصوفة هذه يعطى بالشكل التالي طبعا واحد على المحدد محدد هذه المصوفة اللي هو حاصل ضرب هات في هات نائس حاصل ضرب هات في هات مضروبا في هذا المصوف إذن هذا هو المعكوس الآن نضرب هذا المعكوس بالشعاع F حتى نحصل على الطرف الأيمن إذن هذا في هذا هذا حاصل ضرب المصوفتين حصلنا عليه بهذا الشكل الآن عندي أنا الـ X1 Y1 سوى X0 Y0 نائس حاصل جداء المصوفتين ضربتهم بعد الجداء الآن عدد ضرب مصفوفين يمكن أن أضرب العدد في الأول والعدد في الثاني يعني أن أقسم سالب على 1.525 كذلك أمر هذا عليه فنحصل على هات مصفوفين نائس مصفوفين مع حتى السطر الأول نائس العنصر الأول والسطر الأول نائس العنصر الثاني فنحصل على هات إذن معناته الـ X1 هو هات والـ Y1 هو هات وهو المطلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته